في إطار مواصلة الجهود بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية من مسار التعامل مع فيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة عن نقل جميع الخدمات التي يتم تقديمها بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا وذلك بدءا من يوم غد الاثنين حيث سيتم نقل المركز الطبي الذي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية للحالات القائمة والخاضعة للعز المنزلي إلى مستشفى البحرين الدولي في حين سيتم نقل تطعيمات من قاعات مركز البحرين الدولي للمعارض إلى مجمع الستر التجاري وذلك بما يتماشى مع مستجدات مسارات التصدي للفيروس قالت الوزارة بأنه قد تم الانتهاء من تجهيز مستشفى البحرين الدولي بكافة التجهيزات الطبية اللازمة لمعالجة ومتابعة الحالات القائمة الخاضعة للعز المنزلي عند ظهور أعراض تتفاوت بين البسيطة والمتوسطة الشدة حيث سيضم المستشفى قسم للعيادات الخارجية وقسم للإقامة القصيرة ودعت وزارة الصحة جميع الحالات القائمة الخفيفة والمتوسطة الخاضعة للعز المنزلي والتي تحتاج للعناية الصحية التوجه مباشرة إلى مستشفى البحرين الدولي دون الحاجة للاتصال بالرقم 444 مؤكدة على الاستعداد التام لاستقبال وتحويل الحالات القائمة من وإلى المستشفى كما وأكدت الوزارة استمرار خدمات التطعيم بالمراكز الصحية يوميا والعمل مستمر حتى الوصول للأهداف المنشودة للحملة الوطنية للتطعيم وتحييق المناعة المجتمعية وأعلى درجات الأمن الصحي بمملكة البحرين أضافت الوزارة أن مملكة البحرين ماضية في تطوير بروتوكولات التطعيم ضمن الحملة الوطنية للتطعيم بحسب البروتوكولات العالمية المعتمدة من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خلال اكتساب المناعة ضد الفيروس ومشيدة بالدور المسؤول من جميع المواطنين والمقيمين ممن تلقى التطعيم حفاظا على صحتهم وصحة من حولهم منوهة باستمرار ألية التسجيل للتطعيم عبر الموقع الإلكتروني والمخصص لفيروس كورونا healthalert.ph أو تطبيق مجتمع واعي حيث يمكن الاطلاع على البيانات الخاصة بكل تطعيم والفئة المؤهلة لأخذه من قبل الجميع أكدت وزارة الصحة ستتولى بعد نقل جميع الخدمات عملية تعقيم المركز من الداخل والخارج بجميع القاعات والمنطقة المحيطة كما سيتم التأكد من كافة وسلامة أنظمة التهوية الموجودة في القاعات وتوفير التعقيم اللازم لضمان سلامة وأمن مستخدمي القاعات وفق البروتوكولات والمعايير المعتمدة لذلك ترجمة نانسي قنقر